موسيقى المسرح جميع مزلتك عملت العرض الأول للممو وشحيمة مع الأسعد من عضال وصليح مصدق كيفاش تلميت وكش جات الفكرة سي كميل معانتها عندها مدة خممتو فيها جات بالصدفة أحكيلي معانتها وانت كيش قررت بش ترجع المسرح هك لا مش قررت أنا المسرح ديما معانتها ماكتعرف أحنا قال لأخر المكينة بتاعنا الإبداعية ديما تخدم معانتها أنه الإنسان ديما في ارتباط وثيق مع الحلم مع الخيال امتاعه مع الوضع اللي يعيش فيه مع تاريخه هو كفنان مع يعني تجربته وكيفاش ديما يقعد يخمم في الخطوة الجاية شنية تقول أنت معانتها الخطوات الجاية يزمها وقت والمسرح صعيب صعيب المسرح قال لأخر ما يزم مش الإنسان يستسهلها صحيح أنه أنا خدمت في التلفزة لسنين الأخرين أعملت أعمال يعني منفردة دي مونودرام لكن قعدت ديما نحلم أنه في لما ونكتب نكتب حاجات نكتب خواتر نكتب يعني وضعيات نكتب فمتني حتى الآن بشوية بشوية بديت نمس في حاجة أنا بديت نمس في الفكرة هذه اللي خدمت عليها اللي هي مامو شحيمة هالفنانين الزوز هذوما ثلاثة هما هو حمودة شخصية حمودة اللي هو خو خو الشيد اللي يسكن معه فرد دار فمت واللقاء ببين يعني هالثنائي أساساً اللي هو حمودة مامو والبشير شحيمة حمودة مامو اللي هو عام البوزار تقول أنت بانتر أكاديميك وبشير شحيمة اللي هو فنان تشكيلي يعني عصامي اللي يسميوه بانتر نايف فمت وصحاب برشا فمت عندهم علاقة بتاع 40 سنة يحبوا بعضهم وشاد اللي مامو معنتها يمن البنتور نايف بتاع البشير شحيمة يمن به خطره إنسان مغروم إنسان عنده طلان فمت اللي كبير معنتها يخدم للوين بيدي في دارو فمت دين منير ارتزانال عنده كوت بنسو بنينة عنده احساس وعلى الصحبة خطر خطر تحكي على ميتية هي زادة المسرحية تحكي على الصداقة فمت وعنده شخصية شخصية حمودة اللي هو كوردور دو بيانو فمت يعد اللي بيانوات هو يعني فاقد البصر فمت يسكن هو خوش ما مفافر الدار عايشين رأس رأس في الدار وديما في اتصال وثيق مع البشير شحيمة ديما يجيهم ثلوث هذية عايشين مع بعضهم مدة كبيرة فمت دونك شنو اللي بشي سير بيناتهم هذه وشنو عندهم الهدف وعندهم معرض مشترك ما بيناتهم محمود شادلي والبشير عندهم معرض مشترك بيش تنظموا يعني صديقة قديمة للشادلي مامو اللي هي كانت ديما تساعد وكان يعني عند بينه وبينها حب كبير في فترة ما فما علاقة حب بيناتهم الى آخره مي هي استغلت الفرصة الحب دا كأنه استغلت وفي وقت ما استغلت الشادلي شادلي مامو في البزنس البيعان والشراء الى آخره أتالون ساني لي مصور شي ان فانت كنت فانتني خطر على مغروم بها عندها لاتوا لي متاع وكانوا متاح هي اللي تقرر هي كده وعندها مشكلة مع البشير الشحيمة اللي هو بشير الشحيمة فيق بالحكاية هو حمودة دونك دي ما يواجدوا فيه وهو داخل عتى يجي وقت ما فما استفاقها في المسرحية فما فانتني انه تصير كريز ما بين البشير الشحيمة وشادلي ممو على الحكاية هذه وفي الأخير يقروا بشي عملوا المعرض متاحهم وصلت لي فانتني كمام معانت فانتني وسط يعني قلاخر الورشة متاحهم وسط المكان اللي هما يبدعوا فيه في آخر المسرحية فهمت دونك هذي القصام هذي القصام دونك جاتني الفكرة اقترحت على أسحابي اخترتهم أنا عندي مدة نحبوا نخدم مبعضنا أنا وصلاح مصدق فانتني وعندي فكرة طيبة على صديقي زادة اليوم اللي هو إنسان محترم برشة فنيا فلوقيا معنتها فانتني إنسان متكون إنسان مثقف فانتني واللينا الكتابة أنا جبت الفكرة ولكتابة المسرحية والتمثيل احنا تلاثة والإخراج قام به سلاسعد بن عبدالله سلاسعد بن عبدالله آخر عمل مسرحي جميعي يظلي 2002 هنا تونس هكاكا هنا تونس هكاكا لكن عملت عمل مسرحية عملت برشة عمل معنتها تقول أنت للأعمال الموندرامية كأن نشبه وانا بالموسيقار اللي يبدأ هو الألم هو الألة وهو العازف في نفس الوقت معنى تايلان تيروح وانبعد جيت التلفز اخذتك شوية حق على الموندرام اخذتك شوية الحياة هذه هي الحياة مبنية على مراحل وكل مرحلة عندها المنطقة متاحة صحيح حتى أنت في اللي حكيت العرض اللي كان نهار 13 اللي حضروه تبار كلا سنة حضروه ممثلين وإعلميين ممثلين لما حلوة بارشة لأنه نقصين بالقيمة هذه بصراحة قيمة الأسماء وحتى كنا قرأوا ثلاث أسماء مستحيل جي حاجة مبالفت أو لحاجة مخدومة نعرف ولكن حاجة ما تعجبكم مش نجم تقعدوا عام وانتم ما تصالح فما أسمي تخاف على أزميها وعندها قيمة ذلك عليش الناس جات فما أكيد عروض المموش حيما جاية وهاكا وطورنيات إن شاء الله فما تورنيات إن شاء الله فمت وال المسرحية هذه مستقبلها قدامها فما عنا عروض في 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 مارس ربما في أفريل ما زال فني العرض الجاي هو نهار إن شاء الله نهار 21 في 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 المسرح البلدي فلا نهار 21 في في المسرح الزيوف على مهرجان الضحك في في المسرح الملدي نهار جمعة 21 في في المسرح البلدي نحب ربي بالمناسبة هذه إنه نحب نحيي للمنتج المسرح هذه س Samy Muncar سنة ابن طالب اللي هي مديرة الانتاج والاسيستانت ارتيستيك متاع المخرج سلمان النهدي برشة الناس اللي عامونها بارك الله فيهم كنا في الجزء على مامو شحيمة انت اللي تمثل شخصية مامو اللي هي الشخصية المحورية معناتها على العمل الكل حكيت حكاية معناتها في وسط العمل متاع السيد اللي كان يمشي برشة بالفن وبالابداع وكلاوله حقه بعد فاق يعيشوها برشة المماثلين الكبار معتناج متكون حتى انتي عشت شوي فاترة مشيت يسر بالفن وبرشة استغلوا موهبتك ومعطاوكش حقك صحيحة ولا غالطة لا لا موشي مش صحيحة معناتها لانو ما هيشي الحكاية الذاتية هي معناتها انتها الحكاية اونيفرسال تبناتها فهمتني معناتها مثلا ماشي معناتها انا جاي بمشكلة معايا وحبيت نحكي عليها بالعكس فهمتني الحقيقة انا كنت دائما محترم مع الناس اللي خدمت معاهم كان ديما فيما احترام بيناتنا وكان احترمتم واحترموني فهمتني يحترموا خدمتي وانا احترم يعني علاقتهم بيها وما صارت ليش مشاكل هو يمكن المسرح المسرح هو فن فن فقير شوية مقارنة بالتلف اي بطبيعة فن فن فقير وفن مغني معناتها وهذاك هو طبيعة الاشياء معناتها فهمتني دونك خطر التلفزة ولا السينيما تتوزع اسرع من المسرح فهمتني والمسرح يعني فن مباشر دونك فن مباشر اللي هو يتغير بالزمن زادة فهمتني المسرح هي بيش ما تموتش يزم الانسان دي ما يتفقدها من داخل يتفقد الاشياء ليماشية ليماش ماشية يحاول يبدل في النسق يحاول ما كانش ما كانش يحفى العمل يلزمك دي ما تكون علاقتك كل ما اللي يجري دي ما علاقتك حية معه هو معناتها فما حتى مخرجين من جيلك والاقبل ولا بعد اللي يقولوا مثلا التلفزة تحرق وغيره ولكن انتي معناتها بساجك في التلفزة كان فيه بارشة نجحات اما على الاقل التلفزة عطاتك قيمة كبيرة معناتها عند جمهور عريض ومادين وغيره معناتها عطاتك اللي تستحقه على الاقل معناتها لانه حتى كان فيه تعب وغيره اقل من المسرح ولكن التلفزة عطاتك قيمة اللي قربتك اكثر من الناس وعطاتك القيمة اللي تستحقها والله معناتها القيمة دي ما فهمتها بالظروف التونسية طبعا خطر احنا ماكتعرف احنا نخدمه ونوزعه معناتها في الكادر امتى يعني التونسي معناتها ما زلنا موصلناش يعني المرحلة يعني التوزيع العالمي العربي فهمتها دونك معناتها الانتاج متاعنا قاعد تونسي تونسي فهمتني كيفاش دونك والقيمة هذية تجي راه من يعني بالعمل لذاك اشتعطي انت اشتجيب اضافة للعمل لذاك معناتها ماهوش يعني انه التلفزة الانسان هوك يظهر في التلفزة كل حاجة يزمك تعطيها حقها كيما يعطينا حق كل حاجة معنات خدمناها في التلفزة بون معناتها المسرح تعطيك عين اكثر على الشي اللي تعمل فيه لانك في الريبيتيسيون مع اصحابك وكذا كل يعني كل جزئية انت حاضر عليها فهمتني وتعس عليها وتشوفها كيفاش تتطور الى اخره في المسرح ولا في السينما فهمتني ساعات انك تبدأ مرة حاضر مرات مكش حاضر في المتريزي كان بارتي متاعك مش المتريزي نحاول انا زادة قبل ما نبدأ نخدم نحاول نتناقش انا والمخرج والكاتب وإلى آخره على مصير العمل هذيك كل معنات خطر هنا يعني نعتبر اني مسؤول على العمل كل اني مشارك فيه نحاول ديما نقعد في حوار مستمر مع المخرج والكاتب إلى آخره بل النجاح هذا العمل واضح فهم أعمال عملتم نجحين وتول الوطنية 21 مثلا قاعدة تعمل في إعادات والناس باهتة في نسبة المشاهدة العالية مثلا شوف لي حال بش نبدأ بشوف لي حال فما ناس حتى تقترحوا انتاج جزء جديد من شوف لي حال فماش كون كذب معتها انت معت به الخبر شنو رايك انتاج جزء جديد وتعويض سوفيان الشعري الفكرة هذه انت موفقها ولا لا شو الفكرة جات عندها جابت اللوجيك شخصيات متاحها علاقتهم العمر متاع الشخصيات المرحلة اللي تقدت فيها الانتاج هذا تقدت فيه توا 15 سنة لتالي الى آخره معطيات هذه الكلها تبدلت معناتها من ناحية البشرية ومن ناحية الفكرية ومن ناحية انه كل انسان تطور بشكل معين فهمتني دونك بش تعاود تلم للناس هذوم الكل وتعاود سوفيان الشعري حاجة يعني تذر لي ما هي شي معقولة لانه العلاقات كيفاش تبنيت ما بين الشخصيات علاقات يعني العلاقات الموضوعية تبنيت بصيفة توقع العلاقات هذه كتبتلت معناتها معاتش هي كيفاش القصة كيفاش بش تبنيها من نوع الجديد فهمتني تتغيرت اما عليش الاعادات تلقى في نسب مشاهدة يعني كحاجة نوستالجية كيف سللي معناتها حزن شنو مفهومك للنجاح متاع الاعادات رغم اللي تتعاود بطريقة كبيرة معناتها كيفاش تفسرها غياب حاجة جديدة في المستوى ما فهمت شنو كيفاش تفسر الظاهرة هذي والله يشوف الظاهرة هذية لانه لانه لما ساعة قبل كل شي لما كيفاش الشخصيات انسجمت مع بعضها فهمت فما انسجام كما يقولوها لما ينازى بري معناتها فهمتني وفما تفاعله كبير كما نشوفه الكوبل ما بين عزة والسبوعي كيفاش يتعاملوا مع بعضهم كيفاش لوم تتعامل مع ولادها دومي فرير وهم وكيفاش بش ما تضيعش ولدها لاخر فهمتني وعندهم دي كونفلي مع أخوه الكبير اللي هو سان دومي فرير اتساترا وهي جاية في الوسط الكري اللي كيليبر في العائلة فهم برشا مفاهيم التوانسة فهمتني يحسوا بها فهمت هذي الكله معمول بالضمار هذي الكله معمول يعني بطريقة خفيفة بطريقة وفهم برشا معاني كما الطبيب النماذج اللي يجي للبسيكياتر والبسيكياتر جارت وهي عرافة معانت 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 ما بين شعوذة وما بين العلم هذي الكله المواضيع هذي الكلها فهمتني فيها فهمت متيار خرجة حلوة ياسر زيد عليك الدفء متاع العمل هذي أنه التوانسة يشعروا بالتسامح اللي فيصل العائلة هذه يشعروا بال قصة الحب اللي موجودة واللي قاعدة تتطور ما بين أسبوعي وما بين عزة يشعروا بال العلاقة متعلم بولادها يشعروا بال الخو كيفاش هز العائلة كاملة فهمتني معنويا كيف هذي الكله الشيء اللي معانت خلق اللي كيليبر اللي ربما اللي هو جعله التونسي في حياته وفي ووقت تسامح لمبيناتهم وكيفاش عائلة متناقضة كمان هذي تنجم تأيش مع بعضها هذي هو لا مورال دولي ستوار خمس فاشا دونك التونسي فهمتني لربما في الظمير المتاع ولربما في داخله حاشتوا به هذي حاشتوا به التوازن هذي بشي نجم يعيش جوستو مو معانتها تبنيو على خذي وقتو في البنية خطر تور نشوفه في حاجات مزروبة شخصيتك تبنيو من لول تبنيو على قاعدة معانتها خمم ممليح ولكن الممثلين الممثلين والمخرج اللي نحب نحييه اللي خدمها خدمة كبيرة 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 ياسر فهمتسي سلاح الدين السيد معانتها الخدمة اللي خدمها معانتها مع الممثلين وعلاقته بحاتم بالحاج الكاتب معانتها علاقة يومية ما هيشي جاي واحد حط نص وشي على روحه سلاح السيد في علاقة يومية مع حاتم بالحاج وحاتم بالحاج في علاقة يومية مع الممثلين وخدمنا بها الديناميكية هذية معانتها أنه موش كل حد خدمت ومشاهم بعد المونتاج لسق كل شيء يعني عشتوه سيتكم قبل ما يتبث يعني كصح وزيد يعني بسير التجارب مع الممثلين زادوا البلوس اللي من عندهم شو سواء الامبروفيزازيون اللي زادوا غذّاوا بها النص ولت حاجة مخدوم بالليل إعادات بش ناسة الكبرشة قالوا من المفروض أحنا في تونس صحيح معانيش حقوق أما من المفروض الإعادات الكثيرة على الأقل يجي شوية حقوق للممثلين أنت تخمم في هالحكاية هذه معتها ترى أنه من المفروض رأوا الإعادات الكبيرة على الأقل ممثل يخوا شوية والله شوف من المفروض هذا أما لكن شوف أحنا أولا ساعة كنتي جبت حكاية حقوق التأليف اللي ما تحسمتش التوى في تونس والملكية الفكرية وإلى آخره هذوما دوسيات ما تحلوش بصيفة يعني جدية في البلد وزيد يعني أنه الممثل ما يعرش مصير العمل لذلك الممثل زادة يعيش معانتها أنه ما ينجمش يدخل كمنتج ولا يدخل كذا يعني في حاجة للمديات بش نجم يعيش وما عندوش تصور يخدم خدمة وما يعرش لدوفونير متاحها معانتها مستقبلها شنوة زيد على ذلك أنه لناتور دي كونترات أنه الحقوق الكل عند التلفزة في الكنترات إلى آخره معانتها نقول بيني وبينروحوا إداريا أنا كيفاش باش نحاسبهم لذاعة والتلفزة لكن نجم نحاسبهم أخلاقيا أخلاقيا بين ذافرين مش لا أخلاقيا يعني أن نقصد بها فنية أي أمور أخلاقية معانتها أنه مثلا أنه يعني التلفزة مدام تعمل في البيب وسط الواحدة كذا أنه أنجست معانتها بتاع هكا حتى رمزي حاجة الويال تصير معانتها كذا ما فيها بس معانتها صحيح ولكن بمعاني أمور أخلاقي سناب في رمضان مش نشوفوك في الجزء في طول نصرة ونحكيش على التلفزة في أي بلاسة هل تتوقع مثلا في الكياس حاجة أخلاقية تصير لك ولا واحد مثلا ما يزمرش عليك لا لا حتى سمحني ما يقولوا هاش ما عادش جيتش هر بعد ثورة كلي تربينا طوي قص الكياس يقص على عبد الكل ومن بعد يجيب قهوة كان في القهوة فهمتني وفهمتنا لا وكذا وما يتلفتلكش لا سمحني وانت يربع ساعة تستنى فيه فهمتني ويجي فهمتنا لا ويطلع في الكربة ما حاجة معناتها أي خطر فهمها هاك العقلية متاع لامبونيتي زاد أي صحيح أنه الإنسان مثلا ماش قانون وليه فهمها طوي البركاجات اللي كثروا مثلا يحكيه العبيد يبركيك ونيقم عليك وكان عجبك أي أي انت عندك تليفون وانا ما عندي عنيش حتى البركاج يحسروه عنده الحق معده ولو يمارس في حقه معدش يرتكم في جريمة لا بعقلية تعطيوني مش بعقلية يعني أنه الإنسان يلزم ما عمل نفور في حياته كما عملت أنت كما عملوا برشا ناس يعني فهمتني ولات العقلية هذه المخترة أنه أنه الناس معدش يخمم في الانتاء ينتج باش يعيش وليه يخمم بإفك باش يعيش يفك باش يعيش جمع هذي المشكلة به سناب بش نشوفوك في رمضان في الجزء الثاني من نوبا صحيح ولا ليه صحيح بديت في التصوير خطر ساحة معده ياسر ولا يركزوا معليك في السيد كوميت معده الدراما إذا نعتبرها دراما نوبا معده الدراما قلت شوي ظهورك في الدراما أيب معده أنا شو فأنا نش نقول أنا نقول التكويني كممثل فهمتني فماش جكروا أنا أنا منش به هذي ممثل متخصص في الدراما أو ممثل متخصص في أنا التكوين متاعي تكوين معانتا ممثل تكوين معانتا فنان مسرحي إلى آخر معانتا عندي نخدم بالإحساس متاعي نخدم بتجربتي معانتها أنا في مرحبها بالدراما ومرحبها بالكوميديا وفي الدنيا هذي يراه فهمتني أنا شو نقول لهم دي ما نقول لهم أنا نخدم معانتا كما الدنيا الدنيا الضحك وتبكي وفيها الدراما وساعات الأشياء اللي ظنها أنت تباكي الضحك والعكس بالعكس والشيء الضحك يباكي يسخف أما في نوبة 2 بخلف نوبة 2 بشو نشوك في رمضان في حاجة أخرى لا لا كان عندك نوبة 2 أنت شفت جزء الأول من نوبة شفت وي شفت وي مخدوم بطريقة جديدة مخدوم يعني الممثلين كيفاش يعني تتعاملوا كيفاش عبد الحميد تتعامل مع الكاميرا مع الممثلين نحس اللي فيما حياة فيما علاقات فيما انستونتاني عندها علاقات حية ما تحسش اللي فيما هكا أمور مستوية بصيفة بتاع تحس كأنك عايش معهم وسط الوضعية للشخصيات وهذاك الشيء اللي خلى الجمهور يتفاعل مع العمل هذا عليش زيدا شوفوك في النوبة عليش غيابك على السينيما زيدا والله ما نعرف يمكننا قلت الانتاج لو كنا خفر الانتاج مقرد المقبل أنا على كل حال موجود نخدم على الاروحي ما نيش قاعد نستنى يعني في حد بش يخترح وليت خاطر معانت ما نعرفش أنا معانت معانت في السينيما أكيد ما ما فهمتش كيفاش أما في السينيما ما عندك عندك دوار وعندك بريزنس كبيرة بارشا ما فهمش في المناسبات الرسمية وتيبع وزار الثقافة ما نشوفوكش زيدا بالكل معانت هم مناسبات والله ما نعرف بوه نقول أنا شنو بش نظيف شنو بش معانت عمره ما تم توسيمك للا توسمت في العهد السابق اي فهمتني توسمت كفنان وتوا ما تستحقش ما نعرش نستحق ما استحقش والله أنا اللون في الرشو حكايت كي منكر أنا من خمامش فيهم لا ما بهين ايه بهين دا كور دوم أنا من خمامش فيهم معانت نخدم نخدم نحاول نقوم بالمجهود امتاعي لكل باش الافكار اللي عندي من خلياشي عندي والاحاسيس اللي عندي وتجربتي وكلها نحط على ذمة الجمهور هذا يقول الهاجس امتاعي الاصلي واضح انت من الفنانين اللي عندك موقف سياسية واضحة مؤخرا في بساجليك مع مريم مع ترعبت الكل كتبه اربع دراج معك في سياسة خير من فرثرة الوزراء والسياسيين معانتا كنت واضح في دقيقة في الاخر نحبك تحكيلي على الوضع وحكومة مش حكومة وزراء مش وزراء زيدوا نقص الوزراء معانتا الفوضى اللي في الحكومة مقابل سترس اللي في البلاد معانتا كانوا من ناس مش حاسين عطيني في دقيقة رؤيتك للوضعية هذه والله يروض رؤيتي للوضعية هذه معانتا كأنه كانوا البلاد مقسومة على زوز معانتا أنه السياسيين عندهم مجتمع وحدهم وعندهم أوكساعة ساعي يقول لك فكرتنا في التنمية وكذا لكن عمري ماريت أنا برنامج مفصل مثلا ودقيق وهو وش بش نعمل خرج واحد يقول هاو بالباو والتاش بش نعمل وش بش نعمل هكا ولا ليه صحيح لكلها يعني أفكار ما معانتها هكا أفكار عامة وأفكار يعني وديلي ويه وما تعرفها والبرامج ساعات كما يتكلم واحد من حزب كل يسارك اليمين معانتها اليوم أنا بدي باهت معانتا كيفاش الحكاية هذه وكما قلت في 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 الحوار التونسي معانتها شوف في الدنيا هذه وقت تعمل انتلاقة غالطة فهمتني وتكمل يولي فهمتني الهروب إلى الأمام وإحنا نعايشين في الهروب إلى الأمام فهمتني ولهذا معانتها رأو المشكل وإحنا بلاد صغيرة فيها 12 مليون فهمتني فيت شيكوزلوفاكيا معانتها هفيل وقت اللي صارت الثورة إلا كونسير فيه لبرمير مينيستر معانتها دو ريجيم كومينيست قلوا انت عندك المفاتيح انتعى الدولة فهمتني باش ميطايحوش الدولة فهمتني واخدم معاه ني صحيح وقبل البلاء الحسن لبرمير مينيستر هذي جينا من طو من اللول بالروح بالروح احنا بش نبدأه من جديد في التاريخ الانسانية حتى شي ما يتبنى من صفر يتبنى يعني عنا 60 سنة صارت فيهم كوارث دا كوردو لكن كوارث كنا النجم وصلحوهم كنا النجم وصلحوهم احنا 12 مليون فهمتني كيفاش الفلوس اللي تعطيتش هاري وكل ناخده في القروض وكذا طب انت تحب تعمل ما هي التنمية هي اللي تجيب له للتشغيل الفلوس هذوكم اللي تعطيته مش هاري وبلوكيت بيهم الميزانية فهمتني كانت ينجموا يتصرفوا ريال ما في التنمية والتنمية هي اللي تجيب التشغيل هذي المعقول هذي اللي ما صارش فهمتني كنا قبل نعملوا في نمو من غير تنمية با يا سيدي كنا نعملوا في نمو من غير تنمية نستحفظوا عن نمو والفلوس هذوكم نصرفوهم في التنمية طب تبيعته التشغيل يجي فهمتني أي رمو معانتها حاجة متاع تخلف صارت صحيحة يعطيك صحة سيكمل تويت عاود تذكر ممو وشحيمة المسرحية مع كنتي ولا سعد من عبدالو وصليح المصدق نهار 21 سبع متع العشاية معانتها الموعد اللي حبي عاود يتفرش فيها مسرحية أنا بدي إن شاء الله بش نكون حاضر مسرحية مرحبا بيك نوفل أنت والفريق مرحبا بيكم يعيشك ويعطيك صحة سيكمل بركة الله وفيك أنت على استضافة وربي وفقك بركة الله وفيك شكرا لك سيكمل توتي عايش